صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أختكم أميما هلا قناة وصفة ناس مال للوصفات الطبيعية سعثوا بلقائكم عزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله ستشاركوا معكم وصفة فعالة جدا لتبييض الوجه من أشعة الشمس والتخلص نهائيا من مشكل إسمرار البشرة ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة إلى الألوفيرا أو جل الألوفيرا فهذا المكون مفيد جدا للبشرة فهو يقضي تماما على مشكل سمار أو سواد البشرة بالإضافة إلى أن جل الألوفيرا مفيد جدا لعلاج مشكل البقع الداكنة والتصبغات وستحتاجين كمقدار من جل الألوفيرا في هذه الوصفة لتبييض الوجه من أشعة الشمس والتخلص نهائيا من مشكل البقع الداكنة إلى إثنين معارق كبيرة من جل الألوفيرا أما المكون الثاني فهو عبارة عن زيت فهو زيت الليمون أو الحامض فهذا المكون أي زيت الليمون فهو مفيد جدا للبشرة فهو يعمل على ترطيب وتليين البشرة وعلاج مشكل جفافها بالإضافة إلى زيت الليمون أو الحامض فهو مفيد جدا لتبييض البشرة بالدرجة الأولى ستحتاجنا كمقدار من زيت الليمون في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من زيت الليمون أو زيت الحامض أما المكون الأخير في هذه الوصفة فستحتاجنا إلى مسحوق الأرز فمسحوق الأرز مفيد جدا للبشرة فهو يناعم ويرطب البشرة وكذلك يبيضها من أول استعمال فمسحوق الأرز أيضا سيساعدك على التخلص نهائيا من مشكل البقعة الداكنة والتصبغات وتوحيد لون البشرة من أول استعمال ستحتاجنا كمقدار من مسحوق الأرز في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخداء فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناس زمان فلمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناة تينا فورا نزوله وأيضا متتبعات الجميلات والمشاركات على القناة فلمرجو منكم وضع لايك لهذا الفيديو وشكرا جزيلا لكم أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جدهلة وبسيطة في إلاء مناسب تضاعين فيه جلال ألوفيرا وأيضا منهقة صغيرة من مسحوق الأرز وأيضا زيت الليمون أو الحامض وتقوم بخلط المكونات جيدا فهذا الكريم بفيد جدا لتبييد البشرة من أول استعمال تكررنا هذه الوصفة يوميا قبل النوم حتى تحصل على النتائج المرجوة وهي التخلص نهائيا من مشكل اسمرار البشرة الذي سببتها أشعة الشمس كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم شكرا عزيزتي على المتابعة وإلى اللقاء في وسط أخرى إن شاء الله